شاركت مفضوظات السلام أول مرة كنت وزيرا فيها لا أنا كنت ما كنتش وزير كنت موجود في نعضو في نادي اسمه نادي روما نادي عالمي وعامل اجتماعات في شو اسمها هذه بلد اسمها في أمريكا اللاتينية اللي هي اسمها أورقوي طال الله عمرك في مدينة مونتي فيديو وأنا جاء في الليل نايم اللي هتري في مدرب الساعة ثلاثة الصبح أي ساعة الثلاثة الصبح نعم فطلع قال لي آسفيني يا سيدي بعدين يا سيدي وين انت مسافر مين اللي بسألك الدائر تبع السنترال تبع الديوان لأنه مبيئة نتغلب كثير للجيني ويسأل وين أنا وين نازل وفي أي محل وعبر مسائل وبدو حكى سأل في عمان ثلاثة أربع ناسات لا عارف وين أنا نازل اللي عارفوا التليفون تبع القتيل اللي نازل فيه وطالوني وطالبوني زيال السلام قال لي فطلع لي الدكتور كامل أبو جابر أها حلخط وين يا أخي أنت شو كان أنا ذا كان وزيرنا الخارجية نعم وكان فقلت له أنت بالصحيني الساعة ثلاثة الصبح مش أن تسألني وين أنا حرام عليك يا رجل فقال لي لأ سيدنا بدي يحكي معك فقلت يا سيدنا أنا موافق أبدا أبدا قال لي هلو قلت له أنا موافق قال الموافق عليه شو يا أخي أيو قلت له يا سيدي بين أمرين تطلبني ثلاثة الصبح في مونتي فيديو آه في آخر الدنيا ما بين واحد من أمرين يا إما بدك تحطني رئيس وزارة آه وبا أنه حكى معي الدكتور كامل فاستثنيت هذا الاحتمال قال لي آه قلت له والثاني أني أنا بدك تطلب مني أكون في عضو في الوفد فهل أقول لك يا سيدي اذهب أنت كما قال اليهود للنبي موسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلاء إنها هنا قاعدون لا ولا إحنا جنودك فصار يدعولي والله كأنه يعني أخي الكبير أو 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 والدي ماذا قال لك الله يرضى عليك هذا عشامي فيك يا أخي وأهله وسهله فيك وأنا شاكر إليك يعني خجني بشكل لم أستطع أني أمسك عصابية نعم وعدت بعد ذلك لأشارك في الوفد لكن وأنا مع الدكتور عبد السلام موجالي كنت قد عينت في لجنة شكل بودر باشر كان مشكل حكومة سنة تسعة وثمانين بعد حكومة آه بعد حكومة زيدي الرفاعي وبعد انتخابات تسعة وثمانين والمثاق الوطني اللي أشرف عليه أحمد باشر عبدات نعم وعضوية ثمانية وأربعين شخص من مختلف الأحزاب الأردنية والميول السياسية وتمت البيعة من كل الأحزاب بالاعتراف بالدستور محتى من الأحزاب اللي كانت رافضة ذلك نعم والجلالة الملك سمح بعودة الأحزاب للعمل نعم وهذا كان هو العقد الاجتماعي الذي توثق في ذلك الوقت في المثاق الوطني بعدها يا سيد العزيز صارت انتخابات وأتى مضرباشا بعد الانتخابات رئيسا للوزراء نعم موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى